يعاني النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة من ظروف قاسية حيث لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية لهم إلا منطقة إنسانية مزعومة مساحتها لا تتعدى كيلومترات يمكنهم أن يلجأوا إليها خلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح ومناطق شمالي قطع لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمئات ألاف النازحين الفلسطينيين إلا مناطق إنسانية مزعومة مساحتها لا تتعدى الكيلومترات يمكنهم أن يلجأوا إليها بقطاع غزة فخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح وبمناطق شمالي القطع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء محيط مساشف الأقصى الذي تدعمه أطباء بلا حدود في دير البلح وسط القطع ما زاد من معاناة المرضى أنا إلي تقريباً تسع سهور بتسع سهور هدولة ما تنزحت إلا على أخطر من مكان بعدها استقرت هنا بعد ما قال أخلاء مربع 128 كثير توترنا مش عارفين وين بدنا الروح هذه رقم 11 ونا نازحة وهاي معانتونا قرار نطمع من نحصة وأنا مش عارفة ومدى أروح أنا أولادي ومس أولادي تركتهم بالبلح ساك واختركت عفسي وطلع بأولادي صغار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كانت قد أعلنت أن جيش الاحتلال وضع منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء ويواجه أكثر من مليونين نازح في قطاع غزة معاناة جراء رحلات النزوح المتكررة والممتدة منذ بداية الحرب إذ يقيم بعضهم في خيام أو مراكز إيواء أو أماكن أخرى مثل عيادات وسجون ومدن ألعاب وصف ظروف معيشية وإنسانية قاسية يفاقمها انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المياه والأدوية